السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة وأتمنى الموضوع يكون يعجبكم قدمت حلقات مختلفة عن تاريخ أمريكا قدمت حلقات عن الحروب اللي خاضتها أمريكا وقاعد أشتغل على حلقة إن شاء الله راح تتكلم عن تاريخ أمريكا من البداية وحتى العصر الحديث لكن حبيت أعمل حلقة شوي مختلفة عن حلقات السابقة هذه عبارة عن مقالات كتبت في السابق تحمل اسم How We Stole America تتكلم عن كيف أن الأوروبيين سرقوا الأرض اللي حين اسمها أمريكا وتتكلم عن وجهة نظر شوي مختلفة عن التاريخ الأمريكي بالتحديد عن الاستيطان دخول الأوروبيين لأمريكا وطرد الشعب الأصلي من أراضيهم هذه الحلقة مقسمة لأربعة أقسام القسم الأول تتكلم عن طرد الشعوب الأصلية ووضحهم في أكلهوما الولاية أكلهوما وبعدين تتكلم عن وضحهم في أكلهوما نفسها شو اللي صار في أكلهوما وفي النهاية نتكلم عن منطقتين اللي هي هواي وبورتريكو أتمنى الحلقة تعجبكم هي بارة عن مقالات مثل ما قلت أنا ترجمت المقالات والمصادر موجودة في الوصف وطبعا حاولت شوي تكون رابط الأفكار مع بعض وتكون شوي سهلة وواضحة بحاول أضع خرايط في الحلقة تكون واضح لكم اكتبوا لي في التعليقات شو المواضيع اللي تحبون تتكلم عنها وطبعا كالعادة اكتبوا لي في التعليقات عن طقوسكم وانتم تسمعون هذه الحلقة دائما أحب أسمع هذه التعليقات أو أقرأ هذه التعليقات شكرا لكم وأتمنى أن الحلقة تعجبكم قبل وصول الأوروبيين للقارة الأمريكية كانت تعيش أمم وحضارات مختلفة يعتقد أنه قبل دخول الأوروبيين كان عدد القبائل التي عاشت على هذه الأرض يصل للمئات ولكن بمجرد وصول السفن للقارة الجديدة تغير كل شيء ففي ربيع عام 1803 أبرم اثنان من السياسيين الأمريكان في باريس صفقة اعتبروها أهم صفقة في حياتهم بمجرد التوقيع بالقلم تضاعفت حجم بلادهم وذلك مقابل 15 مليون دولار فقط لكن في هذه الصفقة والتي سميت بصفقة شراء لويزيانا لم تشتري الولايات المتحدة هذه الأرض من فرنسا بالفعل ففرنسا أساسا لا تملك هذه الأرض الولايات المتحدة في الحقيقة اشترت الحقوق للتوسع في هذه المساحة الضخمة من أمريكا الشمالية وهذا يعني ببساطة أن فرنسا ستبتعد وتترك المجال لأمريكا للتوسع في هذه الأرض واستعمارها دون تدخل ولكن إذا أرادت الولايات المتحدة فعلا السيطرة على هذه الأرض فسيتعين الحصول عليها من أصحاب الأرض الأصليين وهم من أطلق عليهم الأوروبيين بالهنود الحمر أو القبائل الأصلية الأمريكية والذين كانوا في هذه الأرض لآلاف السنين فكرة سيطرة إمبراطورية أو شعب على أرض شعب آخر ليست جديدة في التاريخ وتكررت كثيرا لكن هنا الوضع مختلف شيئا ما أرادت أمريكا في البداية اتخاذ طريق أكثر سلمية للسيطرة على أراضي الشعب الأصلي حسب المؤرخين كان جورج واشنطن مصمم على أن تؤسس إدارة الحكومة الأمريكية لشؤون الهنود بالكامل بواسطة مبادئ العدالة والإنسانية العظيمة فبدلا من الغزو سيتفاوضون ويوقعون معاهدات رسمية مع الأمم الأصلية بعدها سيدفعون لهم مقابل أرضهم بشكل عادل على الورق هذه الخطة تبدو عادلة ولكن ما حدث هو العكس تماما حلقتنا هذه المرة عن استيطان الأوروبيين لأراضي الولايات المتحدة الأمريكية أو كيف قام الأوروبيين بسرقة أرض أمريكا كانت الفكرة هي فتح المجال للأوروبيين للهجرة إلى الأراضي الجديدة في حين كان دور الحكومات المحلية أو الاتحادية بعد ذلك بتوسيع الأراضي وتوقيع المعاهدات مع القبائل الأصلية في البداية كانت عملية سلمية إلى حد ما كانت الولايات المتحدة تقدم الطعام ومعدات الزراعة والنقود والخدمات مقابل حصول على ملكية الأراضي ولكن صدم الأوروبيين من أن النسبة كبيرة من القبائل لم يكن لديها أي اهتمام لترك أراضي أجدادهم مقابل معدات الزراعية ليرمي جورج واشنطن والأمريكان مثل العدالة والإنسانية والتبدأ لعبة قذرة للحصول على الأراضي والمستعمرات وقعت أول مواجهة بين الحكومة الأمريكية والشعب الأصلي في معركة فولين تيمبرز والتي كانت في العشرين من أغسطس من عام 1794 كانت هذه المعركة إحدى المعارك الحاسمة بين الشعب الأصلي والجيش الأمريكي قاتل الجيش الأمريكي الجنرال أنتوني واين وواجهت حالف من قبائل أمريكية أصلية بما فيهم شواني والميامي وديلا واير أراد الأمريكان التوسع غربا قرب نهر ماموي وحاولوا التواصل مع الشعب الأصلي والذي رفض التخلي عن أراضيه ليقود الجنرال واين ألف جندي أمريكي في هجوم ضد القبائل الأصلية استفاد واين من تكتيكات القتال العسكرية المحسنة بما في ذلك استخدام الكر والفرق القبائل الأصلية على رغم من مقاومتها الشديدة لم تستطع تحمل الهجوم المنظم والقوي من الجيش الأمريكي ولهذا انتهت المعركة بانتصار الجيش الأمريكي مما أدى إلى توقيع معاهدة غرينفيل في عام 1795 بمجمع المعاهدة تنازلت القبائل الأصلية عن معظم أوهايو وأجزاء من عدة ولايات أخرى لصالح لولايات المتحدة معركة فولين تيمبرز كانت نقطة تحول في سياسة الولايات المتحدة اتجاه الشعوب الأصلية حيث أدت بعد ذلك إلى سلسلة من الاتفاقيات والمعاهدات والتي غالبا تصف في مصلحة التوسع الأمريكي على حساب السكان الأصليين وبين عوام 1816 حتى 1819 اندلعت الحرب السيمونيلية الأولى هذه الحرب تعد جزء من سلسلة الصراعات بين الولايات المتحدة وقبيلة السيمينول في فلوريدا كانت فلوريدا في ذلك الوقت لا تزال تحت السيطرة الإسبانية والإسبان كانوا غير مهتمين بحراسة الحدود مما جعلها مكان مناسب لهروب العبيد والذين تم استقبالهم من قبل قبيلة السيمينول بدأ الصراع بعدة حوادث عنيفة شملت غارات على الحدود وهجمات متبادلة بين المستوطنين الأمريكان والسيمينول والشرالة التي أشعلت الحرب بشكل فعلي كانت هجوم أمريكي على قرية سيمينول وحصن للعبيد عند نهر أباتشيكولا والمعروف باسم حصن جاتسون وفي عام 1818 قاد الجنرال أندرو جاكسون قوات أمريكية إلى فلوريدا بما عرف باسم حملة جاكسون أو غزو فلوريدا هذه الحملة كانت ذات أهمية كبرى حيث شن جاكسون هجمات على القرى السيمينولية مما أدى إلى تدمير واسع وسقوط ضحايا من السكان الأصليين والمدنيين وتحت ضغط الهجمات الأمريكية المستمرة والقوة العسكرية بدأ السيمينول في التفاوض للسلام مما أدى إلى استسلام مؤقت لبعض زعماء السيمينول الحرب أدت إلى تغيير جذري في سيطرة أسبانيا على فلوريدا وفي النهاية أسهمت في قرار إسبانيا بيع فلوريدا إلى الولايات المتحدة في عام 1821 ووضعت الأساس لمزيد من الصراعات في الحروب السيمينولية اللاحقة حيث واصل السيمينول مقاومتهم ضد التوسع الأمريكي وسياسة إزالة الهنود الحرب كانت مثيرة للجدل بسبب تكتيكات جاكسون العنيفة والاستخدام المكثف للقوة ضد المدنيين من هذه الحرب قتل الآلاف وأجبرت الشعوب الأصلية على الانتقال وفي بداية القرن التاسع عشر كانت الولايات المتحدة تضغط بشدة على القبائل الأصلية لتوقيع معاهدات لإعادة توطينهم غرب نهر الميسيسبي الهدف من هذه السياسة كان تحرير الأراضي في الجنوب الشرقي للتوسع الأمريكي وخاصة لزراعة القطن قبائل موسكوجي كانت واحدة من القبائل الرئيسية التي تعرضت لهذا الضغط لهذا في عام 1825 تم تقديم معاهدة الهندي الطبقية للتوقيع من قبل قادة المكسجي هذه المعاهدة كانت تهدف إلى نقل المكسجي إلى أراضي غرب الميسيسبي مقابل تعويضات ووعود بأراضي جديدة لكن هذا الاقتراح تسبب في انقسام داخل القبيلة حول المعاهدة حيث رفض العديد من أعضائها فكرة التخلي عن أراضيهم وعلى رغم المعارضة الواسعة وقعت المعاهدة من قبل وليام ماكنتوش أحد زعماء القبيلة ومجموعة صغيرة من الأتباع هذا التوقيع أثار غضب العديد من أعضاء القبيلة والذين شعروا بأن ماكنتوش قد خانهم وأن التوقيع تم دون الدعم الشرعي من القبيلة وفي الأشهر التي تلت التوقيع ازدادت التوترات داخل القبيلة وفي عام 1825 قتل وليام ماكنتوش من قبل أعضاء آخرين من القبيلة والذين اعتبروه خان هذا الحدث أدى إلى انقسامات أعمق وعنف متزايد داخل القبيلة وبحلول عام 1836 وفي ظل استمرار الضغوط الأمريكية اندلعت حرب الكريك وهي عبارة عن صراع مسلح بين الولايات المتحدة أو قبيلة الكريك والتي تحمل أيضا اسم قبائل المكسجي قبائل الكريك رفضوا التنازل عن أراضيهم والانتقال استمر القتال حتى أجبر الكثير من الكريك على الانتقال في مسيرات قصرية إلى الأراضي التي خصصت لهم غرب المسيسيبي وهي جزء فيما عرف باسم درب الدموع والذي شهد معاناة وموت العديد من الأمريكيين الأصليين قيل أن الأمريكان أجبروا قادة المكسجي على التوقيع وقيل أيضا أنهم دعوا القادة لحفل وقدموا لهم الخمر وبمجرد أن أحسوا بأن القادة سكروا عرضوا عليهم العقود لتوقيعها وقيل أيضا أنه كان هناك تزوير في هذه الأوراق من قبل الحكومة الأمريكية أما بالنسبة لقبائل السو والأرباه فقد استطاعوا هزيمة الجيش الأمريكي في أكثر من مناسبة ليقبل الجيش الأمريكي الهزيمة ويوقع معاهدة معهم معترفا بأراضيهم ولكن بعد ثماني سنوات تم اكتشاف الذهب لتخرق أمريكا المعاهدة وتعيد رسم الحدود ففي منتصف السبعينات من القرن التاسع عشر تزايد التوتر بين قبيلة السو والحكومة الأمريكية بسبب انتهاكات معاهدة فورت لارمي والتي كانت قد وقعت في عام 1868 كانت المعاهدة تضمن للسو حقوق في الأراضي التي تشمل الأراضي المقدسة في البلاك هيلز ولكن اكتشاف الذهب في البلاك هيلز جلب المستوطنين البيض إلى هذه الأراضي مما أدى إلى صراعات متزايدة كان قادة القبيلة سيتينج بول وكريزي هورز والذين قادم مجموعة كبيرة من محاربي سو وشايان في مواجهة القوات الأمريكية والتي كانت بقيادة الجنرال جورج كاستر قائد الكتيبة السابعة للفرسان كان هدف الأمريكان من هذه المعركة قمع السو وإجبارهم على الانتقال للمحميات ولهذا في الخامس والعشرين من يونيو من عام 1876 وقعت المعركة بالقرب من نهر ليتل بيك هورن في مونتانا القوات الأمريكية تفاجأت بعدد وتنظيم محاربي سو وشايان والقتال كان عنيف وانتهت المعركة بانتصار القبائل الأصلية كاستر وجميع الرجال في الكتيبة السابعة لقوا مصرعه من هذه المعركة لكن النصر كان رمزي للسو وكان قصير إلى أمد الهزيمة المذلة للجيش الأمريكي أثارت ردة فعل عنيفة من قبل الحكومة الأمريكية مما أدى إلى تعزيز الجهود للسيطرة على قبائل السو وفي الأشهر والسنوات التالية تعرضت السو لضغوط متزايدة للتنازل على المزيد من الأراضي والانتقال للمحميات القادر الرئيسي مثل سيتينج بول وكريزي هورس في النهاية استسلموا أو قتلوا وتم نقل الكثير من السو إلى المحميات أما بالنسبة لقبيلة الأرباهو فقد تعرضوا لأحدى أشهر المجازر في التاريخ الأمريكي وهي مذبحة ساند كريك فقد أدت توسع الأمريكي في منتصف القرن التاسع عشر لصدام مع قبيلتا الشايان والأرباهو الأرباهو بقيادة الزعيم بلاك كتل حاولوا في كثير من الأحيان التفاوض من أجل السلام والحفاظ على أراضيهم ولكن التوترات بين القبائل والمستوطنين والميليشيات المحلية تصاعدت بسبب عدة حوادث عنيفة ومطالبة بالأراضي الشايان والأرباهو بقيادة بلاك كتل تجمعوا في ساند كريك بكلورادو حيث قيل لهم أنهم سيكونون تحت حماية الجيش الأمريكي وفي صباح التاسع والعشرين من نوفمبر من عام الف وثماني واربعة وستين هاجم الكوناليل جون شفينغتون وقواته والتي كانت تتألف من حوالي سبعمائة جندي من المتطوعين من كلورادو معسكر الشعب الأصلي غير المسلح الهجوم كان وحشي وأدى إلى مقتل 150 إلى 200 من الشايان والأرباهو معظمهم من النساء والأطفال والمسنين هذه المذبحة أثارت جدل واسع في الولايات المتحدة مع تقديم شهادات صادمة عن الوحشية التي تمت خلال الهجوم بما في ذلك التمثيل بالجذث وغيرها من أعمال العنف وعلى مدار ما يقرب من 100 عام وقعت الولايات المتحدة 368 معاهدة مع الأمم القبلية التي طردت لإفساح المجال للمستوطنين البيض والذين يسيطروا على الأراضي التي سرقتها الحكومة من أجلهم لكن واجهت للحكومة مشكلة في هذه الخطة حيث أنه في الجنوب كانت هناك خمس قبائل تعيش بسلام جنبا إلى جنب مع المستوطنين وكانت قد وقعت معاهدات سابقة مع الحكومة الأمريكية تعترف بحقهم في هذه الأراضي العديد من أهل هذه القبائل يتحدثون الإنجليزية ويمارسون الزراعة ويلبسون الملابس الأوروبية وبعضهم كان يملك العبيد مثل الأوروبيين بسبب هذا كانت هذه القبائل الخمسة الشيروكي والشيكاسو والشوكوتو والموكوسجي والسمنول معروفة باسم القبائل الخمسة المتحضرة كان من الممكن أن تكون مناطق هذه القبائل الخمسة استثناء في عملية الإقصاء والطرد ولكن الأمر تغير بسبب القطن كان المزارعون يجنون ثروات هائلة من القطن والذي يبيعونه للمصانع النسيج حول العالم وكانت هذه الصناعة تحقق أرباح أكبر بفضل عنصر أساسي فيها العمالة المجانية من الأفارقة المستعبدين من أراضي أمريكا كانت هناك منطقة تحمل اسم سهل الحزام الأسود وفيها أراضي تنتج القطن بشكل كبير لكن المشكلة أن هذه الأراضي كانت محجوزة للشعب الأصلي بموجب المعاهدات مع القبائل الخمسة الرئيسية لهذا اتجهت الحكومات المحلية لإيجاد وسيل لطرد الشعوب الأصلية من هذه الأراضي للاستفادة منها في زراعة القطن كانت ولاية جورجيا عدوانية بشكل خاص في محاولتها لما أسمتها بتطهير الأرض أو كما قال حاكمها في ذلك الوقت استبدال كل السكان الحمر بسكان بيض استهدفوا أولا قبيلة الشيروكي حيث مرروا قانون ألغوا فيها حكومتهم الشيروكي رفضوا هذا الأمر وقرروا المقاومة عن طريق المحاكم والبداية كانت في عام 1831 في قضية عرفت باسم شيروكي ضد جورجيا سعت شيروكي بقيادة جون روس إلى حماية أراضيهم من خلال النظام القضاء الأمريكي قدم الشيروكي القضية تحت زعم أنهم دولة أجنبية مما يمنحهم الحق في رفع الدعوة قضائية ضد جورجيا في المحكمة العليا للولايات المتحدة لكن المحكمة العليا برئاسة القاضي جون مارشال قررت أن شيروكي لا يمكن اعتبارهم دولة أجنبية تحت معنى المادة الثالثة من الدستور الأمريكي وبالتالي لا يمكنهم رفع الدعوة ضد جورجيا في المحكمة العليا كطرف مدعي لكن هذه المحكمة رغم فشلها بالنسبة للشيروكي إلا أنها وضعت الأساس للقضية اللاحقة وستر ضد جورجيا في عام 1832 حيث قضت المحكمة بأن قوانين جورجيا لا تنطبق داخل أراضي الشيروكي لتنتصر قبيلة الشيروكي في قاعة المحاكم لم يكن أمام الحكومة منفر في حقيقة أن القبيلة كانت تمتلك عقود قوية ومؤكدة ومختومة وأصدرت بعد ذلك أعلى محكمة في البلاد حكم بأن الولاية لا يمكنها التدخل في السيادة القبلية كان الشخص الذي بيده تنفيذ هذا القانون هو أندرو جاكسون الرئيس السابع للولايات المتحدة الحقيقة أن أندرو جاكسون كان كاره للشعب الأصلي بل أنه في رسالة لزوجته خلال الحرب في عام 1812 كتب بأنه نجح بأسلوب أنيق في قتل 170 من الشعب الأصلي اعتبر أندرو جاكسون أن التفاوض على معاهدات مع الشعب الأصلي أمر سخيف وعند صدور قرار حق الشيروكي بأرضهم رد الرئيس الأمريكي على القاضي الرئيسي جون مارشال بقوله أنه أصدر قرارة الآن دعه ينفذه كان لدى جاكسون خطة مختلفة جاءت الخطة على شكل قانون جديد وافق عليه كل المجلسين في الكونغرس هذا القانون حمل اسم قانون إزارة الهنود لعام 1830 كان هذا القانون مجرد مسودة تمت كتابته في عام 1830 قانون إزارة الهنود لعام 1830 كان تشريع رئيسي أقره أندرو جاكسون وعطى القانون الرئيس السلطة للتفاوض بمعاهدات نقل القبائل الأصلية من شرق نهر الميسيسيبي إلى الأراضي الغربية فيما يعرف بالأراضي الهندية والتي تقع اليوم في الأساس في أوكلهوما منح القانون الرئيس الأمريكي السلطة للتفاوض مع القبائل الأمريكية الأصلية في الجنوب الشرقي للولايات المتحدة من أجل تبادل أراضيهم الأصلية بأراضي غرب نهر الميسيسيبي وخصص القانون مبالغ مالية لتغطية تكاليف نقل القبائل وإعادة توطينهم وعد الأمريكان الشعوب الأصلية بأنهم بمجرد انتقالهم للأرض الجديدة فلن يتم زعاجهم أبدا ينص القانون على أن الحكومة كان يجب أن تتفاوض على هذه المعاهدات بشكل عادل وطوعي وسلمي وأن الحكومة ستضمن تأمين وضمان أراضيهم الجديدة إلى الأبد وأنهم لن يخرقوا أي من الاتفاقيات السابقة التي أبرموها في المعاهدات السابقة طبعا هذه الوعود كانت كالوعود السابقة حبر على ورق أدخلت الحكومة القبائل الخمسة في معاهدات معقدة من أجل إجبارهم بشكل غير مباشر على ترك أرضهم لأرض جديدة لا توجد ضمانات على ملكيتها أساسا تم تنفيذ هذا القانون وبدأت الحكومة الأمريكية والجيش وحتى الشركات الخاصة في تكثيف جهودهم لإزالة الشعب الأصلي ركزوا على القبائل الخمسة التي كانت تقع فوق الأرض التي أرادوها لإنشاء مزارع القطن استمرت الحكومة في توقيع المعاهدات والتعدي بالقوة إذا رفضت أي قبيلة التوقيع وقعت الشيروكي في النهاية معاهدة توافق على بيع آخر جزء من أراضيها وانتقلوا غربا إلى مستطيل صغير من الأرض تم تخصيصه لهم من قبل الحكومة الأمريكية على الخريطة المشكلة الوحيدة كانت أن القائد الذي وقع المعاهدة نيابة على الشعب الشيروكي لم يكن في الواقع قائد حقيقي ولم يكن لديه أي سلطة لاتخاذ هذا القرار احتج زعيم الشيروكي بغضب على هذا لكن الولايات المتحدة لم تهتم فقد حصلوا على توقيع من شخص وجدوه هو القائد الفعلي وبين عوام 1831 حتى 1838 تم طرد تقريبا كل عضو من القبائل الخمسة من أراضيهم وكان عددهم تقريبا مئة ألف شخص اجبروا على المشي على الأقدام لأكثر من ألف ميل عبر التقص القاصي والتضاريس نحو مستطيل صغير على الخريطة مكان لم يسبق لهم زيارته من قبل يسمي الشيروكي هذه الرحلة بالمسار الذي بكينا عليه أو مسار الدموع مسار الدموع يعد أحد أكثر الأحداث مأساوية في التاريخ الأمريكي وهو يشير الإزالة القصرية والمعاناة التي تعرضت لها العديد من القبائل الأصلية بما في ذلك الشيروكي والشيكوتو والشيكاسو والكريك والسيمينول نتيجة لقانون إزالة الهنود لعام 1830 أشهر هذه المسيرات وأكثرها كارثية كانت تلك التي تعرضت لها قبيلة الشيروكي في عام 1838 حيث أن حوالي 16 ألف من الشيروكي أجبروا على ترك منازلهم في جورجيا والمشي نحو الأراضي الهندية فيما هو الآن أوكلهوما والمسيرة كانت محفوفة بالمخاطر والصعوبات حيث توفى ما يقرب من أربعة آلاف شيروكي بسبب الجوع والمرض والتعب قبائل أخرى مثل الشيكوتو والشيكاسو والكريك والسيمينول أيضا تعرضوا لعمليات إزالة مماثلة كل منها عانت من ظروف قاسية وخسائر في الأرواح الرحلات القصرية التي قامت بها هذه القبائل تركت بصمة دائمة من الألم والمعاناة في تاريخ الشعوب الأصلية حاول البعض المقاومة والبقاء على الأرض ولكن الحكومة ردت عليهم بالعنف وأجبرتهم على المشي في هذا الطريق وهم مربوطين بالسلاسل وتحت تهديد السلاح أصبحت أرضهم خالية وانتقل مزارع القطن مع عبيدهم إليها ونماء الاقتصاد كانت عملية الطرد منهجية وموثقة ومعتمدة على أساس قانوني ولو كانت ظالمة لدينا سجل ورقي لكل ذلك يظهر في الإصالات والمدفوعات والمعاهدات البيروقراطية من القرن التاسع عشر المستوطني الأمريكان في محاولة لأن يكونوا مختلفين عن إمبراطوريات العالم القديم التي فروا منها انتهى بهم الأمر بتنفيذ التطهير العرقي الأول التي رعته الدولة طريق الدموع تكرر بعد أن ظهر لأول مرة في أمريكا في أماكن مختلفة من العالم انتقل الشعب الأصلي لأرض جديدة على وعد من الحكومة بأن يكون آخر طرد لهم وأن تكون لهم ولاياتهم الخاصة بعد الحرب الأهلية تم نقل العديد من الشعوب الأصلية في السهول إلى أكلهما في مكان في وسط أمريكا الشمالية لأرض جديدة حدثت الحكومة في الخريطة في وسط أمريكا مستطيل ليكون مكان إقامة الشعوب الأصلية التي كانت منتشرة على كل القارة على وعد أن يكون هذا المكان الأخير ولن يكون هناك طرد آخر لهم اليوم أكلهما هي ثاني منطقة في أمريكا من ناحية عدد السكان الأصليين بسبب هذه الحادثة الحقيقة أن هذا المستطيل كان رسم عشوائي من الحكومة حددته فقط لطرد الشعوب الأصلية من الأراضي التي أرادت الحكومة توزيعها على مزارع القطن استخدمت الحكومة الأمريكية البيروقراطية والقوانين من أجل إجبار الشعوب على الخروج من أراضيها من هذا الأسلوب الملتوي استطاعوا طرد ما يصل من مائة ألف من السكان الأصليين من الأراضي التي عاش فيها أجدادهم لآلاف السنين العديد منهم انتهى بهم المطاف في المستطيل الصغير التي أسمته الولايات المتحدة أراضي الهنود وفي عملية طرد هذه الأمم من أراضيهم وعدت الحكومة الأمريكية أنها ستتركهم وشأنهم وأنهم يمكن أن يعيشوا بسلام ويعيدوا بناء حياتهم وأن يعيشوا في هذه الأرض الجديدة تم طرد العديد من القبائل خلال القرن التاسع عشر لهذه الأراضي وتم تقسيم الأراضي مرارا وتكرارا حيث تم حشر هذه القبائل في هذا المستطيل الواحد مما أدى إلى خريطة معقدة كانت كل أمة تمتلك حكومة خاصة وثقافة ولغة خاصة وعلى رغم ذلك وضعوا في أرض واحدة تحت فكرة أنهم كلهم هنود حمر وعلى رغم صعوبة الأمر لكن القبائل تقبلت هذا الأمر وقررت محاولة التعايش معه لكن حركة التوطين كانت كلمد وبدأت تتقدم نحو الغرب متجاوز نهر الميسيسبي كان الأمريكان مقتنعين أن مصيرهم هو الانتشار على طول القارة ولهذا ففكرة تركهم حتى للمستطيل الصغير الذي أعطوه للشعب الأصلي هي فكرة مؤقتة بالنسبة لهم عكس ما كانت تتوقعه القبائل الأصلية وطبعا عند وصولهم لهذه المنطقة أصطدموا بواقع أنهم قاموا بتوقيع معاهدات مع الشعب الأصلي فبحثوا عن طريقة للتلاعب على هذه المعاهدة داخل أوكلهومة تم تقسيم الأراضي بين القبائل الأصلية وفي الخريطة كانت هناك أراضي لم يتم تخصصها استغلت الحكومة هذا الأمر وفتحت المجال للمستوطنين البيض للاستقرار في هذه الأراضي غير المخصصة الغريب أن الحكومة لم تقم ببيع هذه الأراضي على المستوطنين ولا إهدائها لمجموعة من المزارعين بل أعلنت أنه من حق أي من المستوطنين البيض الحصول على الأرض بمجرد الحضور والإقامة فيها هذا الأمر حدث بعد أن أعلنت الحكومة قانون الاستحواذ قانون الاستحواذ على الأراضي في أوكلهومة والذي يعرف أيضا بالسباق على الأراضي في أوكلهومة كان حدث مهم في التاريخ الأمريكي حيث فتحت الحكومة الفيدرالية الأمريكية أراضي جديدة للاستيطان من قبل المستوطنين البيض حيث أعلن الرئيس بنجمين هارس عن السباق على الأراضي مما سمح لأي شخص بالمطالبة بقطعة أرض تصل مساحتها لـ 160 فدان ولهذا في الساعة الثانية عشر ظهرا في الثاني والعشرين من إبريل من عام 1889 أطلقت المدافع إشارة البدء ليندفع الآلاف من المستوطنين من خط البداية لتحديد واستيطان أراضيهم كان على المستوطنين تسجيل مطالباتهم في المكاتب الحكومية المحلية وإثبات قدرتهم على تطوير الأرض للحفاظ على حقوق الملكية هذا السباق أدى إلى فقدان كبير من أراضي السكان الأصلين والتي تم تقسيمها وتوزيعها دون موافقتهم بشكل كامل من هنا بدأ المستعمرون البيض يزاحمون الشعب الأصلي في هذه الأراضي أيضا حدثت الحكومة أرض في الغرب تحت اسم الأرض الفارغة هذه الأراضي لا يحق للشعوب الأصلية استيطانها وأيضا لم يقوم البيض بتوزيعها على المستوطنين ولهذا انتقل لهذه الأراضي مجموعة من المجرمين واستوطنوها لتكون أراضي بلا قوانين تم استيطان الأراضي التي حددتها الحكومة للبيض في أوكلهوما بخمسين ألف مستوطن والذين استوطنوا 2 مليون فدان من الأراضي قامت الحكومة ببناء السكة الحديدية لخدمة هذه المستعمرات الجديدة ومع الوقت زادت الحاجة لأراضي جديدة من أجل المستعمرين الجدد ليتجهوا لأراضي السكان الأصليين ويستولوا على أجزاء منها من أجل بناء المتاجر بدلا من المزارع مما أشعل الأمور في أوكلهوما ولهذا تدخلت الحكومة وفي عام 1890 أعادت الحكومة دراسة المعاهدات مع الشعب الأصلي الحكومة قسمت المقاطعات بشكل عشوائي ووسعت أراضي المستوطنين البيض تحت اسم أوكلهوما وباقي الأراضي تم تحديدها للقبائل الأصلية الخمسة المتحضرة حسب تعرفهم يعني أن أي أرض دخلت ضمن هذا النطاق الجديد والتي كان يسكنها السكان الأصليين أصبحت متاحة للمستوطنين البيض وأيضا بما أن الحكومة حددت في المعاهدة الجديدة القبائل الخمسة المتحضرة هذا يعني أنها لم تعترف بالقبائل الأخرى ولهذا فأراضيهم السابقة أصبحت متاحة للاستيطان كان عذر الحكومة أن الشعوب غير المتحضرة استقرت في هذه الأراضي ولم يستفيدوا منها أو يجعلوها منتجة ولهذا فالأفضل أن تذهب لمستعمر يقوم بزراعتها وخدمة الاقتصاد بعد السباق الأول للأراضي في عام 1889 نظمت الحكومة عدة سباقات لمستوطنين البيض ففي التاسع عشر من سبتمبر من عام 1891 نظمت الحكومة سباق على أراضي جديدة غير مأهولة وفي السادس عشر من سبتمبر من عام 1893 نظمت الحكومة أكبر سباق في تاريخها حيث فتحت ستة ملايين فدان للاستيطان في أراضي تشيروكي وأنوليت وفي الأول من مايو من عام 1895 نظمت الحكومة سباق على أراضي كليفلند وكينغ فيشر وأخيرا في السادس عشر من أكتوبر من عام 1901 كان السباق على أراضي بيغ باستر هذه السباقات تم الترويج لها ليس فقط داخل ولاية المتحدة ولكن أيضا في أوروبا بعد السباق ازدهر نوع جديد من الأسواق في المنطقة وهو السوق العقاري فكانت إعلانات بيع أراضي هندية حسب وصفهم تنتشر في الصحف بل أن هناك من أعلن عن بيع 350 ألف فدان دفعة واحدة في عام 1911 ومع الوقت فاق عدد المستوطنين البيض للسكان الأصليين في هذا المربع الصغير بقت القبائل الخمسة تقنية آمنة من كل هذا التخصيص لفترة من الوقت ولكنهم كانوا يعلمون من أن مصيرهم سيكون نفس مصير القبائل الأخرى في المستقبل وهذا ما حدث بسرعة ففي عام 1906 تم ألغاء جميع الحكومات والمحاكم القبلية بأمر من الحكومة الأمريكية وفي محاولة أخيرة المقاومة اجتمعت القبائل الخمسة ووضعت خطة لإنقاذ سيادتهم وجدت القبائل الخمسة أن الحل هو لعب نفس لعبة الحكومة وهي اللعبة القانونية قررت القبائل تقديم طلب إنشاء ولاية خاصة بهم يستطيعون حكمها بشكل فدرالي واتفقوا على اسم ولاية سيكويا تكريما للرجل الذي ابتكر الكتابة الشركية عقدت القبائل المؤتمر سيكويا الدستوري حيث تجمع المئات من المتفرجين لمشاهدة المندوبين وهم يحددون دستور خاص بالولاية ونظام للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية وقاموا أيضا بتحديد حدود الولاية وفي النهاية كذبوا وثيقة مكونة من 35 ألف كلمة مقسمة إلى 18 مادة و270 قسم يحتوي على كل ما يحتاجون لإدارة الولاية تم التصديق عليه بالإجماع وأيدته بشكل ساحق الأصوات العامة من قبل المواطنين في الأراضي الخاصة بالشعب الأصلي أرسل الوثيقة للحكومة طالبين منهم إعلان ولايتهم حسب حق الشعب الأمريكي الطبيعي في حكم نفسه وكتبوا للحكومة قائلين الحقيقة أننا نشكل مجتمع منفصل ومختلف عن أي مجتمع على الأرض بتاريخ وعلاقات ومثل وآمال مختلفة كانت محاولة أخيرة لإثبات الذات ولعب اللعبة التي أتقنها المستعمرون لقرون لكن الحكومة لم يناقشوا حتى أي حرف من هذه الوثيقة بل رفضوها بشكل كامل ذهب القادة لواشنطن من أجل مناقشة الأمر وتم تجاهلهم الأغلبية الجمهورية في ذلك الوقت لم ترغب في ولاية جديدة لأن وجود ولاية جديدة يعني المزيد من أعضاء الكونغرس للديمقراطين وهو أمر لم يعجب الرئيس الجمهوري تدي روزولدولف في شكل خاص العذر الآخر لرفضهم يتعلق بالموارد كانت سيكويا أراضي تمتلك النفط والأراضي الزراعية التي لم تكن موجودة في أراضي أوكلهوما الحكومة كانت لا تريد أن يمتلك الشعب الأصلي كل هذه الموارد والسبب الأهم هو عدم قبول السياسيين وجود أشخاص غير بيض تكون لهم سلطة ويستطيعون دخول الكونغرس ولهذا فشل مشروع ولاية سيكويا وبعد عامين تم رسم خريطة جديدة تم تمتلك كل أراضي سيكويا في ولاية جديدة وهي الولاية السادسة والأربعون والتي حملت اسم أوكلهوما رغم كل هذا لم تيأس القبائل الخمسة وقررت بغض النظر على المسمى أن تكون أوكلهوما هي ولايتهم ولهذا قدموا نفس الوثيقة تحت غطاء دستور أوكلهوما يعلق أحد المؤرخين على الحدث من أنه أفضل عملية قص ولصق في التاريخ وبهذا استطاعوا الحفاظ على آخر أراضي لهم في جزء صغير جدا مقارنة بالقارة التي كانوا يتجولون فيها بكل حرية يعني باختصار الشعوب الأصلية هي الشعوب عاشت في هذه القارة لآلاف السنين وانتقلوا من التجول بحرية في كل هذه المناطق إلى أن تم طردهم وتجميعهم في مستطيل صغير ثم تم تقسيمهم إلى النصف ثم تقسيم الأراضي إلى مربعات وبيعها وبعد ذلك تم تقليصهم أكثر اليوم هناك 39 قبيلة معترف بها فيدراليا في أوكلهوما ولكن واحدة فقط لديها محمية وفي عام 2020 أعلنت المحكمة العليا أن المعاهدات التي وقعتها الولايات المتحدة مع قبائل السيموكجي والشيروكي والشيكوتو والسيمينول والشيكاسو والتي وعدت بها أن تتركهم وشأنهم في أوكلهوما كانت معاهدات شرعية وأن هذه المعاهدات قد خرقت عندما قامت الحكومة الأمريكية بدمجهم جميعا في ولاية أوكلهوما وبالتالي كل هذه الأراضي التي تم تخصيصها للقبائل الخمسة خلال عملية النقل كلها كانت في الواقع لا تزال أراضي قبلية ولكن حتى اليوم لم يتم اتخاذ أي خطوة لإعادة الأراضي لأصحابها الأصلين قبل 40 مليون سنة شكلت الحموم البركانية في المحيط جبال استمرت هذه الجبال في الارتفاع لتولد سلسلة من الجزر وقبل حوالي 2000 عام وصلت مجموعة من البشر إلى هذه الجزر في قوارب الكانو اتحدت هذه المجتمعات في نهاية المطاف في مملكة واحدة عرفت باسم مملكة هاواي لتكون أمة ذات سيادة في وسط المحيط الهادئ تحولت هاواي إلى حضارة حقيقية بلغة وثقافة وهوية ولكن سرعان ما تم سلب هذه السيادة وهذه الثقافة وهذه الهوية من قبل دولة جديدة أكبر عبر المحيط ففي الواحد والعشرين من أغسطس من عام 1959 أصدر الرئيس الأمريكي دوايت آزنهاور إعلان رسمي بضم هاواي كالولاية الخمسين للولايات المتحدة بعد استفتاء شعبي أيد فيه سكان هاواي الانضمام للاتحاد كانت مملكة هاواي دولة نائية منفصلة لسنوات حتى وصل الأوروبيين خلال القرنين السابع عشر وثامن عشر في البداية كانت رحلاتهم هي عبارة عن بعثات لدراسة المحيط وسرعان ما بدأت البعثات التبشيرية من أجل محاولة نشر المسيحية بين السكان الأصليين لهواي رحبت مملكة هاواي بزوار بل أن مكتشف بريطاني قدم العلم البريطاني كهدية لملك هاواي ليقرر الملك اعتماده ضمن علم مملكة هاواي ومع الوقت استقر مجموعة من الأمريكيين المسيحيين في المملكة وأنجبوا أطفال أدخل هؤلاء المستعمرون أمر جديد لمملكة هاواي وهي التجارة وبالتحديد تجارة السكر اعتبر الأمريكان السكر هي السلعة الأثمن في هاواي فبلا شك كان السكر أثمن منتج ينتج داخل جزيرة هاواي ليبدأ الأمريكيون بمحاولة ببطء التأثير في هيكل حكومة مملكة هاواي ولكنهم كانوا وافدين جدد على المملكة وغرباء ولا يملكون القوة الحقيقية للسيطرة لكن بحلول نهاية القرن التاسع عشر كان الأمريكيون الذين دخلوا المملكة قد جنوا ثروات هائلة من احتكار تجارة السكر ومع الوقت كان هناك جيلان من المستعمرين في المملكة إضافة للشعب الأصلي والذي تحول للمسيحية وأصبح تابع للمستعمرين عندها أصبح بإمكان المستعمرين إزاحة ملك هاواي وإدارة البلاد والسيطرة الكاملة على تجارة السكر رغم أن الجيل الثاني ولد والتربى في مملكة هاواي لكن ولائهم كان لأمريكا وبحلول عام 1893 أصبح المستعمرين قوة لدرجة أنه أصبح لديهم ميليشيا بيضاء تحظى بدعم من حلفاء ضمن أهل المملكة من المسيحيين أصبحت هذه الميليشيا جاهزة للاستيلاء الكامل على الحكومة والتي كانت تترأسها في ذلك الوقت الملكة للوكلاني كان المستبشرون المهتمون بتجارة السكر لا يزالون أقلية وكان الاستيلاء التام على الحكومة بمفردهم أمر صعب ولكنهم حصلوا على الدعم من السفير الأمريكي لهواي والذي نسق مع عكومة أمريكا من أجل وصول سفينة عسكرية أمريكية وقوات إلى شواطئ العاصمة هونولولو حتى ذلك الوقت كان النزاع في هواي داخلي أي بين السكان المحليين والمبشرين البيض الذين كانوا محليين بولاء وإيدلوجيات مختلفة لكن في اللحظة التي وصلت فيها الولايات المتحدة إلى هونولولو لتقديم الدعم العسكري للاستيلاء على الحكومة أصبح ذلك انقلاب عسكري مكتمل برعاية قوة أجنبية أجبرت الملكة على التخلي عن سلطتها ووضع سانفورد دول كزعيم لجمهورية هواي الجديدة وهو من عائلة كبيرة معروفة في تجارة السكر الشعب المحلي لم يقبل بهذا الانقلاب والتغيير في مملكتهم ولهذا اندلعت احتجاجات سلمية ضد ما حدث وأيضا قام كل بالغ في الجزيرة بتقديم عريضة دين الاستيلاء في واشنطن العاصمة بدأ النقاش حول ما يجب فعله مع هواي بعد أن استولى مجموعة من البشرين المؤيدين لأمريكا والمحاربين على السلطة سافر دول إلى واشنطن للضغط من أجل استيلاء الولايات المتحدة على هواي ولكن في نفس الوقت أرسل السكان المحليين وفد لأمريكا لمعارضة الاحتلال وكتبت الملكة المعزولة رسالة تطالب فيها بإعادة تنصيبها كزعيمة شرعية لمملكة هواي كانت الولايات المتحدة منقسمة حول ما يجب فعله حتى عام 1898 في صيف ذلك العام أرسلت الحكومة جيش قام بإنزال علم مملكة هواي ورفع العلم الأمريكي لتكون أراضي هواي تابعة لأمريكا أصبحت هواي مجرد إقليم أمريكي وليس ولاية ومع ذلك بدأت الولايات المتحدة تدمير عميق وواسع النطاق لأسلوب الحياة في هواي تم حضر اللغة المحلية في المدارس والحكومة وكان يطلب بمجب القانون أن تجرى الأعمال التجارية باللغة الإنجليزية بدأت الولايات المتحدة أيضا في بناء الكنائس وفي نفس الوقت بدأت في تدمير الأماكن المقدسة للشعب الأصلي وقامت أيضا الحكومة بتغيير التاريخ فبدلا من ذكر الإنقلاب ودخول المستعمرين ذكرت الكتب الدراسية من أن الشعب في هواي راسل أمريكا طالبا منهم الإنضمام إليهم أما التاريخ الحقيقي حتى قبل وصول الأوروبيين فالكثير منه ضاع بسبب محو اللغة الشعبية لأهل هواي والذي كان يتناقل تاريخه بشكل محكى وفي عام 1959 أصبحت هواي الولاية الخمسين في الاتحاد وسرعان ما أصبحت المكان الذي نعرفه اليوم أصبحت شركة دول الأغذية الشركة التي ساعدت في الاستيلاء على أراضي هواي شركة عالمية ضخمة وبحلول عام 1993 أصدر الرئيس بيل كلينتون اعتذار حيث وقع كلينتون رسالة اعتذار رسمية إلى الشعب في هواي به يعتذر نيابة عن حكومة الولايات المتحدة لتورط الحكومة قبل مئة عام في إزالة الملكية الهواية المستقلة بقوة ورغم أن هذا الاعتذار لا فائدة منه ولن يغير ما حدث لكنه خدم الشعب الأصلي والذي يحاول اليوم الحفاظ على لغته وتقاليده اليوم هناك مدارس عامة للغوص في التاريخ الكامل باللغة المحلية ولا تزال التقاليد في هواي أحية وفي عام 2023 أظهر شعب هواي أنهم ليسوا على استعداد للتخلي عن مواقعهم المقدسة حيث نظموا احتجاج لحماية جبل مقدس كامل المقرر تطويره في عام 1898 كانت الامبراطورية الإسبانية تعاني من محاولات الكثير من مستعمراتها لاستقلال وكانت في المقابل أمريكا تتدخل من أجل دعم الثورات ضد الإسبان في مستعمرات القارة الجديدة الهدف الرئيسي من دعم هذه الثورات ليس لحرية هذه الشعوب ولكن لإضافة أراضي جديدة ضمن الولايات المتحدة كانت إحدى هذه المستعمرات بورتوريكو ومنه في 25 يوليو من عام 1898 انتهى حكم الإسبان في بورتوريكو والذي استمر لأربعة قرون منه بدأت أمريكا بتجربة غير مسبوقة في الكاريبي فيها تم استخراج الموارد والاستحواذ الاقتصادي على هذه الجزيرة الصغيرة بدأ الأمر بإصطار قانون يمنح الولايات المتحدة السيطرة السياسية الكاملة على الجزيرة وكان أول قرار هو تعيين قادة أمريكان لحكم الجزيرة القادة الأمريكان كانوا لا يتحدثون الإسبانية ولا يعلمون أي شيء عن الجزيرة أو شعبها قام القادة الجدد بإدارة بورتوريكو على أنها الشركة خاصة تم توجيه الاقتصاد الكامل للجزيرة لخدمة الشركات الأمريكية وتم منح أراضي لمزارع السكر وفتح البنوك الأمريكية البنوك منحت القروض للتجار المحليين والشعب وأي شخص يتعثر بالدفع تتم مصادرة أراضيه لتتحول بورتوريكو مع الوقت إلى جزيرة السكر ولتكون السلعة الأولى التي تصدرها بورتوريكو قامت حكومة الولايات المتحدة أيضا بإصدار سياسة جديدة تنص على أن أي شيء يدخل إلى بورتوريكو يجب أن ينقل بواسطة سفن أمريكية مع الطواقم أمريكية هذا الأمر أدى لارتفاع الأسعار داخل جزيرة والأسوأ للشعب أن الحكومة قللت من قيمة العملة المحلية وبعد ذلك أوقفتها معتمدة على الدولار الأمريكي من هذه القرارات خسر كل بورتوريكي تقريبا نصف ثروته في ليلة قامت الحكومات أيضا بحضر أي شيء إسباني بل أنهم أغلقوا المدارس الإسبانية لتتحول المستعمر الإسبانية لمزرعة ضخمة لسكر أدت هذه العملية للتجريد الشعب من هويته ولغته وثقافته في البداية لم تمنح أمريكا جنسيتها للشعب البرتوريكي حتى بعد الاستحواذ ولكن الأمر تغير عند اندلاع الحروب العالمية تم منح الشعب الجنسي الأمريكي ومباشرة تم إرسال الرجال للقتال في جبهات المعارك وفي السابع عشر من سبتمبر من عام 1922 تم تأسيس الحزب القومي البرتوريكي كردة فعل مباشرة ضد الحكم الاستعماري الأمريكي في بورتوريكو الحزب شكل منصر المطالبة بالاستقلال التام لبرتوريكو من الولايات المتحدة قادة الحزب وأعضاؤه نظموا عدة أعمال مقاومة ضد السياسات الأمريكية وسعوا لتحقيق وعي وطني أكبر بين البرتوريكيين في البداية تأثر الحزب خلفيات مؤسسية من الطبقة المتوسطة واكتسب زخم عن ضمام شخصيات بارزة مثل بييدرو البيزو كامبوس والذي أصبح رئيس للحزب في عام 1930 لكن تحت قيادته اتخذ الحزب نهج أكثر تشدد في مقاومته للسيطرة الأمريكية وركز على أهمية الهوية والثقافة والتراث البورتوريكي كأساس للنضال من أجل الاستقلال رفع الحزب عدة قضايا ومنه أعلنت المحكمة العليا أن بورتوريكو هي أرض غير مدجنة مجرد سلطة لا يطبق فيها دستوري ولايات المتحدة يعني أن الأرض هي تابعة لولايات المتحدة في حين أن الشعب غير أمريكي ولا يملك أي حق من حقوق الشعب الأمريكي وبحلول الثلاثينات من القرن العشرين كانت البنوك الكبرى تمتلك 60% من مزارع سكر و80% من مزارع التبغ و100% من السكة الحديدية ومناطق الشحن وفي نفس الوقت كان يدفع للبورتوريكيون أقل من أربعة سنتات في الساعة وإذا تم تحويل ذلك إلى عملة اليوم بناء على التضخم فهذا يعني دولار واحد في الساعة ليبدأ الفقر وسوء التغذية بالانتشار في الجزيرة طوال الوقت كانت الولايات المتحدة تحول الجزيرة إلى نقطة عسكرية أساسية الجزيرة تملك موقع استراتيجي مهم في حماية طرق التجارة ومكان للتزويد السفن بالوقود ومع الوقت بدأت المزيد من القواعد العسكرية والمنشآت تظهر على الجزيرة استمرت الولايات المتحدة في اختبار الألاف من القنابل في بورتوريكو تارك وراءها واحدة من أخطر مواقع النفايات الخطرة في الولايات المتحدة وبحلول منتصف القرن العشرين كانت بورتوريكو أسوأ مكان للعيش في الولايات المتحدة بورتوريكو أصبحت أرض مزارع السكر حيث يعمل فيها الشعب بأقل الأجور وفي نفس الجزيرة القواعد العسكرية التي تجري التجارب التي تضر بصحة الشعب أمريكا التي ساعدت الشعب في ثورته ضد الإسبان أصبحت هي المستعمرة ولهذا بدأت الأصوات داخل بورتوريكو بالظهور بحثا عن الحرية كانت الثورة بقيادة بيترو ألبيزو كامبوس حقق كامبوس رقم الفقر إنجاز حقيقي حيث درس وتخرج من كلية القانون في هارفورد وبعد تخرجه خدم الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى بل أنه ساعد في صياغة دستور استقلال إيرلندا بعد الحرب عاد إلى مصقط رأسه للبحث عن استقلال بورتوريكو لكنه سجن لمدة 25 عام بعد السجن عاد كامبوس إلى بورتوريكو بهدف الانفصال التام عن الولايات المتحدة لينضم إليه الشعب العادي في حركة حملت اسم حركة القوميين قامت الحركة بتنظيم تظاهرات وإضرابات ومع الوقت وصل لبورتوريكو طبيب أمريكي اسمه كورنيليوس رودوس عمل رودوس في بورتوريكو تحت رعاية معهد روكفيلر للأبحاث الطبية في أول الثلاثينات وفي عام 1931 تورط رودوس في فضيحة كبيرة بعد اكتشاف رسالة كتبها حيث عبر فيها عن آراء مهينة اتجاه البرتوريكيون حيث قال في إحدى الرسائل حول الشعب بورتوريكو بلا شك أكثر الأجناس قذارة وكسل وانحطات ومزاجية بهذا الكوكب على الإطلاق وقال أنه يشعر بالغذيان من العيش في نفس الجزيرة معهم وفي الرسالة التي انتشرت بين العامة قال أيضا هذه الجزيرة تحتاج للقضاء التام على السكان بأكملهم وأخيرا اعترف بجريمته حيث قال لقد بذلت قصارة جهدي لتعزيز عملية إبادتهم بقتل ثمانية وزرع السرطان في أشخاص آخرين قيل أن هذه الرسالة نشرها الموظفون في المعهد ليستغلها القوميون والذين وجدوها دليل ملموس على الحقد والكره والإجرام الذي يقوم به الأمريكان في بورتوريكو وأيضا زاد الأمر سوء أن لجنة التحقيق التي درست الرسالة والحادثة وجدت الطبيب غير مذنب وأن الرسالة لم تكن سوى مزحة اندلعت الاحتجاجات بشكل كبير في الجزيرة لدرجة اضطرت فيها الحكومة لإرسال الضباط وأسلحة وغاز للتعامل مع مظاهرات وفي عام 1935 قتلت الشرطة أربعة قوميين في مظاهرة في الجامعة ليرد القوميين بقتل رئيس الشرطة تم القبض على المتهمين بحادثة قتل رئيس الشرطة وتم تنفيذ حكم الإعدام بدون أي محاكمة في هذه الحادثة تم اعتقال كامبوس قائد الحركة بتهمة التخطيط للإطاحة بالحكومة ليحاكم كامبوس من لجنة من الأمريكيين الذين وصلوا من البر الرئيسي ليحكم عليه بالسجن لعشر سنوات وبعد عدة أشهر خرج الناس في مظاهرة سلمية في أحد أيام الأحد لتقابلهم الشرطة بإطلاق النار الرجال والنساء والأطفال وكبار السن تعرضوا جميعا للضرب والقتل أطلق عليهم النار من ظهورهم وهم يفرون وقتلت 19 شخص وأصيب أكثر من 100 لكن هذه الحادثة لم تخمد الحركة بدأت واشنطن تشعر بالقلق من أن العنف سيستمر في الجزيرة ولهذا قاموا بإرسال مجموعة كبيرة من وكلا مكتب التحقيقات الفيدرالية للجزيرة للعمل مع الشرطة المحلية كانت مهمتهم بسيطة وهي التجسس التجسس على كل إنسان في الجزيرة كانوا يراقبون كل التحركات ويسجلون كل المكالمات ويراقبون الحياة اليومية للشعب وعملهم وأمورهم المادية بل قيل أن حتى درجات الاختبارات للأطفال كانت تسجل بدأ الأمر بوكالة مكتب التحقيقات الفيدرالية الذين جاءوا للجزيرة للعمل مع الشرطة بورتريكو وكان لديهم مهمة بسيطة التجسس على أي شخص يعتبرونه معارض سياسي وإعاقته وبالتالي إعاقت حركة الاستقلال ولذلك كانوا يتجسسون على الجميع يتجسسون على القوميين الذين هم جزء من الحركة ولكن أيضا على أصدقاؤهم وشركاؤهم وزملائهم في العمل وأطفالهم ويتعقمون السجلات الجنائية والديون والصور وأرقام لوحات الترخيص وكشوف الدرجات المدرسية وقوائم الضيوف في العراس تطور الأمر حتى أنهم قاموا بتجنيد الشعب ليتجسس على جيرانهم وأهلهم وأصدقاؤهم هذا الأمر كسر تماسك الشعب وتسبب في كثير من أعمال العنف بين الشعب وأنفسهم وحالات طلاق حمل النظام التجسس هذا اسم برنامج الكاربيتاس بدأ النظام منذ الثلاثينات واستمر حتى عام 1987 أثر البرنامج سلبا على حياة العديد من المواطنين حيث تم استبعاد الكثير من موظائفهم وتعرضوا للتهميش والتمييز تم الكشف عن البرنامج رسميا في عام 1987 وعقب ذلك غضب شعبي واسع تم إعلان أن الممارسة غير دستورية وبحلول عام 1992 تم إعادة حوالي 15 ألف ملف إلى المواطنين الذين تم التجسس عليهم مما أثار الكثير من المشاعر المؤلمة والجدل حول انتهاكات حقوق الإنسان يقدر أن الذين تم التجسس عليهم 150 ألف بورتاريكي اليوم تعرض هذه الملفات في مبنى الأرشيف العام في سان خوان في بورتاريكو وفي خريف عام 1950 أعلن القوميين بورتاريكو دولة مستقلة وحاولوا الاستيلاء على المدن وإحراق المباني الحكومية وقطع خطوط الهاتف وحاولوا اغتيال الحاكم طبعا هذه الخطوة فشلت قيل أن القوميين كانوا يعلمون بأنها ستفشل ولكنهم أرادوا جذب انتباه العالم بأن هناك سجن كبير اسمه بورتاريكو يعيش فيه شعب مستعبد وبدلا من إخراج الولايات المتحدة قام الجيش بخطوة هي الأولى والوحيدة في تاريخ الولايات المتحدة قاموا بقصف بورتاريكو فلأول مرة تقصف أمريكا شعبها ذكر أحد الناجين من الوطنين أنهم كانوا يعلمون من أن هذه الخطوة انتحارية ولكن قائدهم كان يكرر دائما من أنهم سينجحون في مسعاهم حتى لو قتلوا خلال هذه الثورة ارتدى العديد من المقاتلين أفضل ملابس لأنهم كانوا يعرفون بأنهم سيموتون حيث كانت لديهم قضية يقاتلون من أجلها في النهاية قتل 22 شخص ولم تكن لهم أي فرصة لنجاح خرج الرئيس ترومان وكأنه يقلل من شأن الحدث في بورتاريكو وبعد بضعة أيام حاول إثنان من القوميين اغتياله لم يأتي العالم لإنقاذ بورتاريكو بدلا من ذلك نفذت الشرطة اعتقالات جماعية حيث ألقت 3000 شخص في سجون وبعد بضعة سنوات فتح أربعة قوميين النار في قاعة الكونغرس الأمريكي وتم القبض على كامبوس مرة أخرى وهذه المرة حكم عليه بالسجن لمدة 80 عام يقال أن كامبوس تعرض لمستويات عالية من الإشعاع أثناء وجوده في السجن ليصاب بجلطة دماغية ويكون مشلول وغير قادر على الكلام لتنجح أمريكا أخيرا بإسكاته بعد أخماد الثورة استمر برنامج المراقبة لعقود كان الشعب بورتاريكو يعلم من أنه كان مراقب ولكنهم لم يكونوا يعلمون أو حتى يتوقعون هذا الكم الهائل من الوثائق أو الشبكة المعقدة من الجواسيس كان هناك 1.8 مليون صفحة من الوثائق وليزال عديد من ضحايا هذا التجسس على قيد الحياة اليوم لم تحصل بورتاريكو على الاستقلال وحتى اليوم تظل أرض غير مدجنة مما يعني أنها لا تتمتع بنفس الحقوق كباقي المواطنين في أمريكا ووضع الجزيرة هو موضوع نقاش حقيقي يجادل بعض بأن هناك مزايا لكون بورتاريكو متصل بالولايات المتحدة ولكن هذا الأمر مدعوم بسيطرة الولايات المتحدة على الجزيرة وعلى رغم أن الشعب بورتاريكو خدم في القوات المسلحة الأمريكية إلا أنهم لا يزالون غير قادرين حتى على التصويت للرئيس ولا يزالون لا يملكون تمثيل كامل في الحكومة في هذه الحلقة قدمت نظرة مختلفة عن التاريخ الأمريكي في العادة أي فيديو يتحدث عن أمريكا وتاريخها يتحدث عن الحرب الأهلية أو حرب الاستقلال أو حرب فيتنام أو التاريخ السياسي لأمريكا وكل هذه المواضيع تطرقت لها في حلقات سابقة لكن هذه النظرة هي مختلفة حيث أن الكثير ينسى من أن الولايات المتحدة دولة نشأت في أرض شعوب حضارات أخرى غير أوروبية اختتم هذه الحلقة بأهم خطاب في تاريخ الشعوب الأصلية الأمريكية وهو خطاب الزعيم سياتل ولد الزعيم سياتل في عام 1786 وتوفى عن 80 عام في عام 1860 بعد عام واحد من إصطار قانون يحرم على السكان الأصليين للعيش خارج المحميات يعتبر الزعيم سياتل من أعظم خطباء السكان الأصليين ووصف من أنه كان دبلوماسي ماهر وكان الزعيم سياتل قائد لقبيلة دواميش وفي عام 1854 أرسل الرئيس الأمريكي فرانكلين بيرس اقتراح للزعيم سياتل لشراء الأقاليم الشمالية الغربية والتي تشكل اليوم ولاية واشنطن وفي المقابل يعد الرئيس الأمريكي سياتل بإنشاء محمية خاصة بالسكان الأصليين ولهذا في عام 1855 رد الزعيم سياتل على هذا المقترح بخطاب يعتبر من أشهر ماقيل بلسان السكان الأصليين يقول الزعيم سياتل السماء والطبيعة بكت دموع الرحمة على شعبي القرون نحن نرى هذه السماء غير متغيرة وأبدية ولكنها قد تتغير اليوم وتكون صافية وغدا تكون ملبدة بالغيوم كلماتي مثل النجوم التي لا تتغير أبدا مهما قال سياتل يمكن للزعيم العظيم في واشنطن لاعتماد عليه بأكبر قدر ممكن من اليقين عند عودة الشمس أو الفصول يقول الرئيس الأبيض بأن الزعيم الكبير في واشنطن يرسل لنا تحيات الصداقة وحسن النية نحن نعلم أنه ليس بحاجة إلى صداقتنا في المقابل شعبه كثير فهم مثل العشب الذي يغطي البراري الشاسعة وشعبي قليل فهو مثل الأشجار المتناثرة في سهل اجتاحته العاصفة الرئيس الأبيض يرسل لنا كلمة مفادها بأنه يرغب في شراء أرضنا ولكنه على استعداد للسماح لنا بما يكفي للعيش بشكل مريح يبدو هذا أمر عادل بل وسخي لأن الرجل الأحمر لم يعد لديه حقوق قد يكون العرض حكيم أيضا لأننا لم نعد بحاجة إلى بلد واسع النطاق في وقت ماضي غطى في شعبنا الأرض المعبدة ولكن منذ ذلك الوقت لم يبقى من القبائل العظيم التي سكنت هذه الأراضي سوى ذكرى حزينة لن أسهب بما حدث ولا أعاتب إخوتي لأننا قد نكون مسؤولين إلى حد ما الشباب متهورون فعندما يغضف شبابنا تكون هناك أخطاء حقيقية أو خيالية ويطلون وجوههم بالطلاء الأسود وهذا يدل على أن قلوبهم سوداء غالبا هؤلاء الشباب يكون قساء ولا يستطيع كبار السن كبح غضبهم هذا عندما بدأ الرجل الأبيض في دفع أجدادنا غربا ولكن دعونا نأمل أن لا تعود الأعمال العدائية بيننا أبدا فسيكون لدينا كل ما نخسره ولا شيء نكسبه والدنا الطيب في واشنطن وأنني أفرض أنه الآن والدنا وكذلك والدك منذ أن نقل الملك جورج حدوده إلى الشمال أقول أن والدنا العظيم والجيد يرسل لنا كلمة مفادها أنه إذا فعلنا ما يشاء فسوف يحمينا سيكون محاربه الشجعان بالنسبة لنا جدار قوة وستملأ سفنه الحربية الرائعة موانئنا حتى يتوقف أعداؤنا القدامى إلى الشمال مثل الهداس والتيميشيون عن تخويف نسائنا وأطفالنا وكبار السن ثم في الواقع سيكون والدنا ونحن أولاده ولكن هل يمكن أن يكون ذلك أبدا؟ إلهك ليس إلهنا إلهك يحب شعبك ويكره شعبي يطوي ذراعيه القويتين للحماية بمحبة حول الوجه الشاعب ويقوده بيد مثل ما يقود الأب ابنه الرضيع لكنه ترك أولاده الحمر إذا كانوا له حقا لكن يبدو أن إلهنا الروح العظيمة قد تخلى عنا أيضا إلهك يجعل شعبك أقوى كل يوم قريبا سيملؤون كل الأرض لكن شعبنا ينحسر بعيدا مثل المد المتراجع بالسرعة التي لن تعود أبدا لا يمكن لإله الرجل الأبيض أن يحب شعبنا أو يحميهم يبدو أنهم أيتام لا يمكنهم البحث عن المساعدة في أي مكان إذن كيف يمكننا أن نكون أخوة؟ كيف يمكن لإلهك أن يصبح إلهنا ويجدد إزدهارنا ويوقظ فيه أحلامنا بالعودة العظمة؟ إذا كان لدينا أب سماوي مشترك فيجب أن يكون متحيز لأنه جاء إلى أبنائه ذو الوجوه الشاحبة لكن لم نره أبدا أعطاك قوانين ولكن لم يكن لديه كلمة عن أبنائه الحمر الذين ملأت جموحه المجدحمة هذه القارة الشاسعة ذات مرة بينما تملأ النجوم السماء لا نحن عرقان متميزان لهما أصول منفصلة ومصائر منفصلة هناك القليل من القواسم المشتركة بيننا بالنسبة لنا رماد أجدادنا مقدس ومثواهم أرض مقدسة أنت تتجول بعيدا عن قبور أجدادك وعلى ما يبدو دون الندم كتب دينك على ألواح من الحجر بإصبع إلهك الحديدي حتى لا تنسى لم يستطع الرجل الأحمر فهمه أو تذكره أبدا ديننا هو تقاليد أجدادنا أحلام رجالنا المسنين الذي أعطاها لهم الروح العظيمة في ساعات من الليل وهي مكتوبة في قلوب شعبنا يتوقف موتاك عن حبك وأرض ميلادهم بمجرد مرورهم ببوابعة القبر والتجول بعيدا وراء النجوم سرعان ما يتم نسيانهم ولن يعودوا أبدا موتانا لا ينسون أبدا هذا العالم الجميل الذي أعطاهم الوجود ما زالوا يحبون وديانها الخضراء وأنهارها وجبالها الرائعة والأودية المعزولة والبحيرات والخلجان المبطنة بالبطانة الخضراء يتوقون دائما إلى المودة اللطيفة بين الأحياء وغالبا ما يعودون من أرض الصيد السعيد لزيارتهم وتوجيههم ومواساتهم وراحتهم لا يمكن للنهار والليل أن يسكنا معا لقد هرب الرجل الأحمر من اقتراب الرجل الأبيض مثل ما يهرب ضباب الصباح قبل شمس الصباح ومع ذلك يبدو اقتراحك عادا وأعتقد أن الشعبي سيقبله وينتقل للحد الذي تقدمه لهم ثم سنسكن هناك في سلام لأن كلمات الزعيم الأبيض العظيم تبدو وكأنها كلمات الطبيعة التي تتحدث إلى شعبي من الظلام الكثيف لا يهم كثيرا أين نمر ببقايا أيامنا لن يكونوا كثيرين وستكون ليالينا مظلمة لا يوجد نجم أمل واحد يحوم فوق الأفق الرياح ذات الصوت الحزين تأن يبدو أن المصير القاتم على درب الرجل الأحمر وينما سمع خطى مدمرته الساقطة ويستعد بقوة لمواجهة عذابه كما يفعل الجرحة عندما يسمع خطة صياد التي تقترب سيبقى عدد قليل من الأقمار وعدد قليل من فصول الشتاء وليس أحد أحفاد المظيفين الأقوياء الذين انتقلوا ذات مرة فوق هذه الأرض الواسعة أو عاشوا في منازل سعيدة محمية بالروح العظيمة لكن لماذا يجب أن أنحني على مصير الشعب المفاجئ؟ القبيلة تتبع القبيلة والأمة تتبع الأمة مثل أمواج البحر إنه ترتيب الطبيعة والندم لا فائدة منه قد يكون وقت ضمح لالك بعيدا لكنه سيأتي بالتأكيد لأنه حتى الرجل الأبيض الذي سار إلهه وتحدث معه كصديق لا يمكن إعفاه من المصير المشترك وقد نكون أخوة بعد كل شيء سنفكر في اقتراحك وعندما نقرر سنخبرك ولكن إذا قبلنا ذلك فأنا هنا والآن أشترط ألا نحرم من امتياز زيارة مقابر أسلافنا وأصدقاؤنا وأطفالنا في أي وقت دون تحرش كل جزء من هذه التربة مقدسة في تقدير الشعبي كل تلة، كل وادي، كل سهل وبستان قد تم تقديسه ببعض الأحداث الحزينة أو السعيدة في الأيام التي اختفت منذ فترة طويلة حتى الصخور التي تبدو غبية وميتة مثل القسوة في الشمس على طول الشاطئ الصامت تثير ذكريات الأحداث المثيرة المرتبطة بحياة شعبي والغبار الذي تقف عليه الآن يستجيب محبة لخطاهم أكثر من خطاك لأنه غني بدماء أسلافنا وأقدامنا العارية تدرك اللمسة المتعاطفة وأمهاتنا الجميلات والعذارة السعيدات وحتى الأطفال الصغار الذين عاشوا هنا وفرحوا هنا لمواسم قصيرة هذه العزلات كئيبة وفي النهاية يحيون الأرواح العائدة الغامضة وعندما يهلك أخر رجل أحمر وتصبح ذكرى قبيلة أسطورة بين الرجال البيض ستسخر هذه الشواطئ بالموتى غير الملعين لقبيلتي وعندما يفكر أطفالكم في أنفسهم في الحقل أو المتجر أو على الطريق السريع أو في صمت الغابة غير المشفقة فلن يكونوا وحدهم في كل أرض لا يوجد مكان مخصص للعزلة في الليل عندما تكون شوارع مدنك وقراك صامتة وتعتقد بأنها مهجورة فأنت ستحتشد إلى المضيفين العائدين الذين ملأهم ذات مرة وما زالوا يحبون هذه الأرض الجميلة الرجل الأبيض لن يكون وحيدا أبدا فليكن عادلا ويتعامل بلطف مع شعبي لأن الموتى ليسوا عاجزين بالنسبة لنا لا يوجد موت فقط تغيير في العوالم شاركنا في تعليقات حول رأيك في هذه الحلقة وإذا عجلك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وركاست ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة اشتركوا في القناة